بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعزائي طلبة الصف السادس اليوم أنا وياكم يا ميس رح نبلش بدرس جديد اسمه أعمال الخليفة أبو بكر الصديق وهو الدرس الثاني من الوحدة الثانية في كتاب التاريخ صفحة 52 بدرسنا لليوم يا سادس رح نتعرف على أعمال الخليفة أبي بكر الصديق إذا بتذكر بعد ما تعرفنا بالدرس السابق عن كيفية تولي أبي بكر الصديق ومبايعة المسلمين للخلافة لأبي بكر الصديق بدرسنا لليوم رح نتعرف على أعمال الخليفة أبو بكر الصديق نكتب السؤال التالي ثم نبدأ بتعداد هذه الأعمال ما هي أهم الأعمال التي قام بها أبو بكر الصديق فترة خلافته أول عمل قام به أبي بكر الصديق بعد توليه الخلافة إرسال جيش أسامة بن زيد إذن أول أعمال الخليفة أبو بكر الصديق إيش؟ إرسال جيش أسامة بن زيد قام يا سادس أبو بكر الصديق بإرسال جيش أسامة بن زيد إلى من؟ إلى بلاد الشام لماذا؟ من أجل أن يقاتل الروم إذن هدف أبي بكر الصديق من إرسال جيش أسامة بن زيد إلى بلاد الشام من أجل قتال الروم لكن قبل أن يرسل هذه الجيوش ذهب وودع الجيوش بنفسه وأوصل قائد أسامة بن زيد أن يعامل أهل هذه البلاد معاملة حسنة طيب ما نتائج إرسال جيش أسامة لقتال الروم؟ كان هناك نتائج من إرسال جيش أسامة بن زيد لقتال الروم واحد تمكن الجيش الإسلامي من تأمين الحدود الجيش الإسلامي يتمكن أنه يأمن الحدود اثنان تحقيق الانتصار على الروم إذن اثنان أيضا حقق الانتصار على الروم بعد ما حقق كل هالنتائج رجعت الجيوش لجيوش المسلمين من أجل أن يقاتلوا المرتدين الآن خلينا نكتب ونجاوب على السؤال التالي بيحكي لك السؤال فكر يا سادس أصر الخليفة أبو بكر الصديق على إرسال جيش أسامة بن زيد وبقائه قائدا للمسلمين إذن بيحكي لك ليش أبو بكر الصديق أرسل جيش أسامة بن زيد وابقى أسامة بن زيد قائدا للجيش وسبب لتنفيذ أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم أصدره قبل وفاته صلى الله عليه وسلم الآن إذا بتذكروا مش إحنا قبل شوي حكينا رجع جيش أسامة بن زيد وانضم لجيوش المسلمين من أجل محاربة المرتدين تحدثنا عن كلمة المرتدين فمن هم المرتدون يا سادس المرتدون هم الذين امتنعوا عن دفع الزكاة ومن هم من الدعاء النبوة إذن المرتدون هم عبارة عن أشخاص امتنعوا منعا باتا أن يدفعوا نقود الزكاة بالإضافة أن منهم من الدعاء النبوة أذكر الأسباب التي أدت إلى حروب الردة أسباب أدت إلى حروب الردة واحد هناك أشخاص امتنعوا عن دفع الزكاة واثنان منهم من الدعاء النبوة بحكينا أنه الخليفة أبو بكر الصديق اتخذ موقف حازم وشديد اتجاه المرتدين ورفض أي رأي أنه يعفيهم من دفع الزكاة فجهز جيوش وأرسلها إلى القبائل التي ارتدى أهلها وأيضا عمل وصية وص هذه الجيوش بأن تراعي الأدب في الحرب في الإسلام في هذه الجيوش الإسلامية نجحت في مهمتها ورجعت القبائل المرتدة إلى الإسلام وتوحدت شبه الجزيرة العربية من جديد وانتشر الإسلام ومهدت لحركة الفتوحات الإسلامية إذن قصة حرب المرتدين إنه أبو بكر الصديق ما وافق أبدا على أي آراء إنه يتم منع المرتدين من الزكاة قام جهز جيوش المسلمين وحكى للجيوش إنكم لازم تراعوا أداب الإسلام في حربكم ضد المرتدين وكان هناك العديد من النتائج لحروب الردة وحكيناها ولكن أكتب السؤال التالي أذكر أهم نتائج حروب الردة واحد حكينا إنه نجحت الجيوش الإسلامية في مهمتها إثنان العديد من القبائل المرتدة رجعت للإسلام توحدت شبه الجزيرة العربية من جديد وانتشر الإسلام فيها ومهدنا لحركة الفتوحات الإسلامية أمامنا خريطة توضح جيوش محاربة المرتدين من أين انطلقت جيوش أبو بكر الصديق؟ هاي عندنا هون المربع الأزرق اللي بيوضح من وين انطلقت جيوش أبو بكر الصديق من المدينة المنورة سم القادة عندنا جيش خالد بن الوليد على مشارف الشام جيش عمر بن العاص على قضاعة جيش خالد بن الوليد وجيش العلاء بن الحضرمي وجيش هذيفة بن محصن وجيش المهاجرين بن أمية الآن خلينا ننتقل إلى جمع القرآن الكريم ما سبب جمع أبو بكر الصديق القرآن الكريم في مصحف واحد؟ بتطلب منك السؤال إنك تفسر شو هدف أبو بكر الصديق إنه يقوم بجمع مصاحف أو القرآن الكريم في مصحف واحد لأنه استشهد عدد كبير من حفظة القرآن الكريم في حروب الردة فأشار عمر بن الخطاب على الخليفة أبو بكر الصديق بجمع القرآن الكريم في مصحف واحد لأنه عدد كبير من اللي كانوا حافظين القرآن الكريم استشهدوا في حروب الردة فأشار مشورة عمر بن الخطاب لأبو بكر الصديق أن يقوم بجمع القرآن الكريم أيضا من الذي كلفه الخليفة أبو بكر الصديق لجمع القرآن الكريم وعند من تم إداعه تم كلف أبو بكر الصديق الخليفة أبو بكر الصديق جمع القرآن الكريم لمن؟ لزيد بن ثابت أحد كتاب الوحي وبعض الصحابة بجمع القرآن الكريم إذن اللي كلفه أبو بكر الصديق أن يقوم بجمع القرآن الكريم من؟ زيد بن ثابت هو واحد من كتاب الوحي وبعض الصحابة بجمع القرآن الكريم عند من أودعوه؟ أودعوه عند حفصة بن عمرو زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم الآن خلينا ننتقل إلى الفتوحات الإسلامية ما هدف الخليفة أبي بكر الصديق من إرسال الجيوش إلى بلاد الشام والعراق؟ أرسل أبو بكر الصديق العديد من الجيوش إلى بلاد الشام والعراق طب ما سبب إرساله لهذه الجيوش؟ من أجل أن يتخلص من سيطرة الروم والفرس خارج شبه الجزيرة العربية ومن أجل أن يقوم بتأمين الحدود من خطر الدولة الساسنية والبيزنطية اللي كان نسيطر على بلاد الشام والعراق الآن ننظر إلى الخريطة هذه الخريطة توضح سير جيش الإسلام إلى بلاد الشام عنا مثلاً جيش أبي عبيدة بن الجراح ذهب إلى دمشق جيش يزيد بن سفيان ذهب إلى اليرموك جيش شرحبيل بن حسنة وجيش عمرو بن العاص ذهب إلى أجنادين الآن خلينا نتحدث عن وفاة أبي بكر الصديق توفى أبي بكر الصديق عام 13 للهجرة دفن أبي بكر الصديق في حجرة ابنته أم المؤمنين عائشة بجوار النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر أبو بكر الصديق عندما توفى 63 عاماً هيك إحنا منكون كمنا والسلام عليكم ورحمة الله